الموضوع المستهل أعزائي مخير يا مخير ميديا إذا ما حرابتكم شايفين دي الحلل بطوبة عبارة عن حاجة زي كده اللي بيبدأ يعمل هو بيعمل نيه كده عم رضا أرسة ألمونيا أرسة ألمونيا يجمعه تمام يتشكله يتشكله أيها أرسة ألمونيا أيها أرسة ألمونيا كيس ما هي عم رضا تجميع تجميع بيجمع وبيعمل تجميعها ويشكلها إذا ما هو عايد يعني ربنا بيتجمع حالة يجمع بلاية يجمع بلاية يجمع أي حاجة يعني سيكوني أرسة أهوة عم رضا أرسة أهوة تجمع تجمع بلاية تجمع بلاية تجمع بلاية تمام إلا ما شاء الله المرحلة اللي بعد كده بقى عم رضا بعد كده أهوة تجمع بلاية تجمع بلاية كدير راحين لمرحلة الصمبرة حاجة روع أهوة الألمونيو في مصر حاجة روع تمام بيجي هنا بقى عم رضا هذا نعم ها ايه ؟ ها أجواة يجمع بلاية يمع لي إيه المكان ده صغير هنا كده النعمة يتلمع بلاية بعد ما بتمامل الشك — يتلمع ثلاث مرّة اه يتلمع ثلاث مرّات ده أول مرحلة 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 تلميع حوة صهاني كده عدينا عم رضا الحلّة وفضل الحلّة يا جماعة ومتلمّع تماماً مرضّاً معنا يا جماعة بيطلع على الصنفارة بعد اللمعة بيطلع الصنفارة الصنفارة عنوّف عندها شوية علشان نتكلم مع المشاهدين قلّينا زي ما انتم شايفين بقى زي يا جسام عامل ايه قلّينا بقى احكيلنا بقى بتعمل ايه بقى احكيلنا جلّا أنواع تماماً بعد كده الصنفارة النعمة بقى بتصوّحها ايه تماماً وارينا كده بقى كده شغل ايه ايه زي ما انتم شايفين يا جماعة صنفارة هو ايه حلّة ده ولا طبق ولا ايه نقلية 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 بي في بقى اسمية في صواني اه اه هنا في صواني هنا في اسمية اسمية بتغير لي ده كله الالموني في حلة كورمة في مصر بريكس كل حاجة تطلع من هنا از واحدة بك هنا وريكرا صارة بيطلعوا هنا بقى نروحوا فينها زي ما انتم شايفين عالم تانى يا جمعة لا اله الا الله عالم تانى والله عالم تانى نرجعوا تانى للامعة يلمعوها هنا تانى نرجع هنا تانى للامعة جمعة تانى وبعد وش نرجع باقي بتيرشار بل organise ايلا بنا نبرشموها يا رضا هنروح نبرشموها زي ما عمدكم شاهكين المرحلة دى اسمى هي واللي مع عم رضا الاول انزل المرحلة دى اسمى هي مرضة واندى الغطا برد بعمل الغطا طب عايزين يشوف كدة غطا والتتعمل عشان الناس تشوف كدة عم رضا ولينا كده الغضاء بتعمل إساي؟ اه يا جماعة، بصوا جماعة الغضاء بلمع بمبارة اه والتومبر مبولة والتومبر مبولة درجة تنفرت الغضاء يا جماعة الغضاء حل شورمة حل شورمة وده الغضاء بتاعها وكده بيصنفر وغضة كده ده قبل الصنفر وده بعد الصنفر ده خلاص كده بقى الكائس للبيع بقى كده اتفتح والكائس اه وانباع البرشام بقى لنا اخلينا على مرحلة البرشام يا جماعة مرحلة البرشام هنعملوا يبقى هنا بص هنا بيخرم ازاي طيب دايما اتوا شايفين يا جماعة هنا بيخرم ده الخرن بتاع الحلة او التاصل المقلاية اللي هي بيقلب بيها وبيحطها هنا بيجبها هنا عند حسن عند المكبس ده اسم المكبس تماما بصوا بيجبس ازاي جماعة لا اله الا الله كده الكبس اول عملية دي اول عملية ثاني عملية بقى نرجع المكبس الثاني نرجع المكبس الثاني علشان يكبسها مكبس ممكن التواصل رقم للتواصل في ناس عايزة تواصل معكم تمام نلمعوها تاني اخر مرحلة عشان نلمعوها تاني ازاي نرجعوها تاني عشان تتلمعو احنا رجعين كده نشوفه الغطة وهو بيتعمل يا جماعة ده الغطة هنروحوا للتلمع تاني نلمعوها تاني اخر مرحلة اخر مرحلة هي التلمع بقى الاخير لما احلنا كده في ناس عايزة رقم للتواصل مع القصود مع القصود تمام بيتواصلوا الله بص كين شكل فيها جميلة يا جماعة يوالله بقت قلاق في اخر مرحلة بقى الاخر بقى طيب نطلعهم نتلسحوها زي ما حالكم بشاهدين نصرة اخيرة قبل نطلعوا ونمساوها ونكيشوها يا جماعة مصنع يشلح القلب وفي مصر نصنعت الألمونيوم حاجة جميلة في مصر طبعاً أحنا طلعين كده علشان نمساو نميشو رأى الحاجات اللي احنا نصورناها دي وهي فضاية التصنيع ازاي ما عز دي اللي احنا عملناها تحت دي اللي احنا بدأنا عملناها اه تمام دي مرحلة الختم دي مرحلة الختم ده ختم اليزر الناس اللي عايزة تواصل مع المصنع تم تواصل مع ابو كبير ميديا واحنا هنوصلوكم بالمصنع بإذن الله فهقرب وقت شفتو جماعة شفتو جماعة شفتو اللي حصل يا جماعة الليزر ده ختم اليزر ختم اليزر عليه اسم المصنع عليه اسم المصنع وعليه كورة الشعار ده كده تطلع على المسح وبعد المسح التعبئة والتكيس يلا بنا نكيسو زي ما حضرتكم شايفين هم حقا جيدا بتعمل اي كده بقى بسحط عليها الكتبت بتعم مصنع والسكور وكل كيف فلس كلها جاهزة للبيع طبعاً بقي الطقم بقي ثلاثة يعني اللي بقي الزغيرة فيه الوسط وفيه كبيرة مثلاً احجام بقى الانتاج قديه في اليوم مثلاً يعني ممكن مثلاً حسب الشغل اللي بيطلع يعني كل شغل بيه عدد يعني فيه مئة طقم فيه مئة طقم يعني حسب الشغل اللي بيطلع بيه عدد معين ايو ايو ده استيكار ايطانيا استيكار ايطانيا بعد كده بتتقفل زي ما انتم شايفين ورناكم يا جماعة وشافتناكم الالمونيو البداية من التصنيع وحتى التكييس والبيع كده كمال قولي بقى المراحل تاني الناس عايزة تعرف المراحل تاني احكالنا بقى تاني كده اول حاجة بتبنيع الالمونيو عن مقراطة وبعد كده بتقع من التجميع عن اللمعة عن اللمعة تروحة الصنفارة ترجع تاني على اللمعة وبعد كده بتبوح على البرشان تتبكشم اول عملية تاني عملية وبعد كده ترجع على التطوير وهنا بقى التشتيب قاشر حاجة تبقى بالمنظر ده بيبا فيه بيع جملة ولا بيع جملة عملة اي جملة اي جملة اي جملة الحاجة علي يا اسم طبعا ده على رأسنا طبعا ايوه طبعا حاجة جميلة شفتوا كلكم مراحل تصنيع الالمونيو بداية من مادة خام كانت مادة خام الليل بتاع دي كده طبعا 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 دي بقى الحاجات بعض المنتجات موجودة داخل المصنع بعد ما تعملت طبعا واصبحت جاهزة الكنكة هية تجمع وزي ما حارككم شايفين وبرارين كل ده عليمونيو وفي دي برضو عليمونيا حاجات دي يعني حاجة جميلة ان يكون في حاجة زالية حاجة جميلة ان يكون في حاجة زالية في محافظة البحيرة عمرة دي دي اشكال طبعا دي اشكال برضو بتاع عمرة اسميها عيد لقيت اسميها بومبيت ايوه الحيرة بانواحة كلها طبعا فيها نوع تانية بس احنا عطين عينات يعني اشكال شكرا 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 شكرا